الرئيس الأمريكي بارك أوباما يعين جي جونسون وزيرا للأمن القومية جونسون الذي كان رئيسا للدائرة القانونية في البنتاجون يعتبر من المقربين للرئيس الأمريكي إذ يشاطره الرأي أيضا في وجهات نظره المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب عندما تلقيت الاتصال لم أستطع الرفض أنا من ولاية نيويورك ولقد كنت حاضرا في منهات يوم التاسع من سبتمبر اليوم الذي أحتفل فيه بعيد ميلادي لكن في ذلك اليوم من العام 2009 شهدت بلدنا أكبر هجوم إرهابي الذي سيبقى في التاريخ تعين جي جونسون في هذا المنصب يتطلب أيضا مصادقة مجلس الشيوخ الذي في حال حصوله على الموافقة سيخلف الوزيرة السابقة جانيت نابوليتانو